هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقسي يكون حار نهاراً على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء وماء للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيه نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد تفاصيل أكتر عن حالة التقس معنا على تليفون دكتورة منار غاني وعضون مركز الأعلام بهاية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك السيدة دينا وصباح الخير على فليسة دا المشاهدين أهلا بحضرتك لسه كنت بقول إن التغيرات المناخية اللي احنا بنمر بيها في مصر دي مش في مصر دا العالم كله الخريطة للأرصاد الجوية بتاعتها كلها اتغيرت بشكل كبير جدا لكن في البداية خليني أتمن من حضرتك دلوقتي عن حالة التقس النهاردة طيب احنا الحمد لله تقس النهاردة هيكون فيه انصفات في قيم درجات الحرارة يمكن احنا حصل انتصار لحدة الموجة الشديدة الحرارة اللي أثرت علينا الإجبوع الماضي حصل لها انتصار أمس وكمان متوقع استمرار الانصفات اليوم الانصفات دا كان بمعدل من ثلاث إلى خمس درجات نتيجة تأثر البلاد وجود امتداد منحافظ جوي في صباحات الجو العليا دا بيعمل بشكل كبير على وجود صحب منحافظة متوسطة بتحجي الجزء من أشاعة الشمس فبالتالي بتساعد على انصفات قيم درجات الحرارة في الفترات النهار كمان مصادر الكتل الهوائية نفسها تغير أصبح كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط الكتل دي أقل حرارة طبعا من الكتل الهوائية الصحراوية فبالتالي اليوم متوقع العزمة على القاهرة الكبرى من 35 إلى 36 درجة مقوية وده يعتبر المعدل الصبيعي دا من السنة الأجواء الصيفية الحرارة فترة النهار في القاهرة الكبرى محافظات الوزه البحري أقل طبعا حرارة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواحينا الشمالية أجواءها ما بين الحرارة إلى المائلة للحرارة هتبقى الأجواء شديدة الحرارة في محافظات السعيد رغم طبعا أن قيم درجات الحرارة في محافظات السعيد انقفضت بشكل كبير عن الأيام الماضية أحنا في محافظات السعيد الأسر وأصوان عظم فترة النهار ما بين 42 إلى 43 درجة مقوية فحصل فيها هي كمان انقفاض فترة الليل أيضا مع الغيابة التام لأشعار الشمس هيكون في مزيد من الانقفاض في قيم درجات الحرارة صغر فترة الليل ما بين 23 إلى 24 درجة مقوية أجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة بشكل كبير فأغلب المحافظات وخاصة كمان هنلاقيها في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات اللي بيكون لها وظهر سحراء بشكل كبير أجواء فترة الليل أيضا في المحافظات الجنوبية بتكون مائلة للحرارة يمكن نلاحظ أن الليلة دي كمان إنه في ندق في سرعات الرياح ما فيش نشاط رياح كبير دي يخليني نحس بنسب رتوبة في سرعات الليل نستبع كنت أسأل حديك يعني حديك إلي مبارح أو من أول مبارح إن فيه انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة فتوقعت إن الجو بالليل هيكون راتب كده في نسمة هواة لطيفة بالليل لكن آه كان فيه هواة لكن مفيش الجو نسبة رتوبة عالية فيه يعني مش حاسة بالنسبة اللي هي ممكن تكون ساعة شوية خاصة في فترات الليل هو طبعا بالفعل نسب رتوبة بدأت في الجو خاصة كمان إن دي كتا الهوائي القادمة من على البحر المتوسط كبالتالي محملة بالقرمية تزيب تفاع في نسب رتوبة حتى لو هي مش زي رتوبة فصل الصيف لكن بدأت تزيب في الجو وكمان إحنا نسب رتوبة العظمى بتبقى فترة الدين يعني هي بتتجاوز الـ 85% خلال فترات الدين طبعا ده بيكون في المناطق الساحلية 80% في القانيرة الكبرى وكل ما تقدمت بالمحافظات الداخلية كانت نسب رتوبة أقل لكن طبعا نسب الرتوبة العظمى بتبقى فترة الدين فعشان كده وجودها يخدينا نحس إنما يعني يقيم درجات الحرارة الصغرى ما نحفظتش بالشكل الكثير بلتبع نحن بقى نأكد إن الانتفاض ده انتفاض كان مؤخص في قيم درجات الحرارة لأن من بخرة ثلاث هنبدأ الدفاع آخر في قيم درجات الحرارة كبداية الموجة الشديدة للحرارة هتبدأ تأثر علينا خلال الأيام النجاية نرجع تاني الكتل الهوائية الصحراوية القادمة بالصحراء شبه الفزيرة العربية تأثر علينا وكمان هيكون فيه امتدات لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا زروة الموجة الجيدة بإن شاء الله هتكون يوم الجمعة والسقس اللي جايين يعني الارتفاع ده هيكون تدقي جبرة ثلاث عظم على القاهرة الكبرى هتكون ثمانية وثلاثين درجة مقوية مع نهاية في الإسبوع تتجاوز اثنين واربعين درجة مقوية عظم على القاهرة الكبرى محافظات السعيد هتتجاوز السبع واربعين درجة مقوية ده بزروة الموجة فبالتالي عليها اللي تخلي أحساسنا بقيم درجة الحرارة أعلى لأننا قيم درجة الحرارة اللي بقالها مع حدثة هيقينة درجة الحرارة المخصص الظل بالضبط لكن المخصوصة بتكون أعلى بشكل كبير بالضبط والمخصوصة تكون أعلى بشكل كبير خاصة أن ده احنا بنأكد خلاص احنا بنختار في المخصص السجد تقريبا بيبسلنا عم تغيثه حوالي من أسبوع أو أكثر من أسبوع في تغيرات منسية صح ودعنا نشوف موجات طويلة بشكل كبير من موجات استفاع قيم درجة الحرارة احنا كل أسبوع موجة بيصلها يوم أو ثلاثين انخفاض في الحرارة فعلا ما بنلحقش وما بتكونش بانخفاض كمان ملحوظ نقدر إن احنا نحس به قوي لأن الرطوبة بقت عالية لكن هل يا طرق احنا الموجة اللي حديك بتوري عليها اللي هي مستمرة حتى الزروة بتاعتها يوم الجمعة والثبت القادمين مستمرة معنا بقى كمان أيام العيد أوى إلى الآن القرائد بتشير اللي احنا مع يعني الزروة يوم الزبت اللي هيبقى يوم الوقت ان شاء الله مع يوم الحد اللي هيكون أول أيام العيد في سنة وحضراتكم طيبين هيكون فيه ترابة لقيم درجات الحرارة يعني نحنا بمتبسط درجات الحرارة متوقع هيكون ما بين 37 إلى 38 هيظل الإخفاف بالطفل في أول أيام العيد شديد الحرارة رغم أنه طبعا هيكون فيه يعني انكسار لحدة الزروة اللي احنا هنشوفها يوم السبت أو الجمعة والثبت الجايين فطقس العيد في أول أيام العيد هيظل طقس شديد الحرارة خلال فترة النهار وده سمعظف المحافظات الداخلية الأماكن الساحلية طبعا هتكون هي الأقل حرارة لأنها تتأثر بقطة الهوائية الشمالية مختلفة تماما فالأماكن الساحلية طبعا إن شاء الله هي أقل حرارة وأجواؤها مائلة للحرارة كمان هيكون في طقس العيد إن شاء الله نشاص لرياح يساعد على يعني تلطيف الأدواء في الأماكن الساحلية بشكل كبير أو تلطيف الأدواء في خطرات الدين لكن بنأكد الثاني لازم نقض من الارتفاعات المنفوظة في خيم درجات الحرارة لأن استمرار ارتفاع خيم درجات الحرارة خطرة طويرة ده ممكن يأثر على ساختنا بشكل كبير فلازم بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس وخصصا في خطرة الظروة أو خطرة الظهيرة من 12 الظهر لحد إزاعة 4-5 العرض لو أنا صريت أبقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا غطاء للرد الشمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس مهم كمان إن أنا أغير درجة حرارة الجسمي باستمرار يعني نبالاش أعرف تحت أشعة الشمس فترات كبيرة تجنبها للإجهاد الحراري نتناول قد اخذير من المراتبات السوائل وأهمهم طبعا القيا الملابس بالطبع تكون قطنية بشكل كبير وتكون خفيفة علشان كمان ما نحسش بالإجهاد الحراري أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة مانار غاني وعند المركز الأعلام بايت الأصاد الجوية على المتابعة اليومية معايا في برنامج صباح الخير يا مصر خمانا دلوقتي نصارت مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وهنبدأها من القاهرة العظمى 36 الصغرى 23 عصمة الإدارية 36-23 إسكندرية 31-22 العلمان الجديدة 30-22 مطروح 29-21 ضميات 31-25 بورسعيد 31-25 الإسماعيلية 37-22 السويس 36-23 العريش 32-23 كاترين 31-18 طابة 36-23 حلايب 36-28 شلاتين 39-28 شرم الشيخ 39-28 الغردقة 39-28 فيوم 37-23 بن سويف 37-23 الوادي جديد 39-26 أسيود 39-24 سوهاك 39-25 قناة 40-27 الأقصر 41-27 وأخيرا أصوان 42-28 حاولنا نتمّن حضراتكم عن حارة الطقس النهاردة الجو هيزل معتادل الحرارة لكن من بكرة بداية موجة حرة ناخد بالنا من الساعات الظهيرة خاصة من الساعة 12 للساعة 4 زي ما دكتور منار غانم قالت لنا ونشرب كمية كبيرة من السوائل ونتجنب تعرض المباشر للشمس بكرة بإذن الله أو من بداية بكرة حتى نهايات الأسبوع هرجع مرة تانية اللي مننا ومصطفى حتى نكمعك فقراصة بأخير مصر شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك